السلام عليكم المشاهدين انا جاءت نهضر على ديك ايه اكشوان ومسكينا بقات فينا كتبكي لك السيدة ما عندها ظهر كما تنعرفو هيا مسكينات تصايبات لها القانات وتقاتلت عليها ولا تقدير فيها الاشهار ولا تقدمشي عند الناس كي طلبوها القانات طلعت واشفنا المشاهدة طالعة ولكن للأسف هذا السيد اللي حلي القانات نهر الاول ما خليهاش تصرف فيها كما بغيت اما هي ما كتفهمش وما قارياش يا اما زعمة ما بغاش يخليها الله اعلم ما بغاش يخليها تستافد من ذيك القانات وبقات فينا حيث كتبكي بحرقة وبغينا ذاك الانسان يفيق له الضامير وانا بعدها سنشك خلتك نشكك في امره وغاديدير الحالة لهذه السيدة هذي نتمنى ويخرج يدافع لنفسه واشرح لنا الحقيقة وحتى هي تعرف الحقيقة حيث هاد شي ما كيتصدقش واحد زعمة باللينا بغي مد ايد المساعدة لهذه السيدة وحنا فرحنا ومشى كرة ليهم بالدار خلصوا لها معارش حال من شهر دي الكرة وفي المدينة اللي كانوا يحلموا بيها وبكوب الفرحة وداهم بيدو ودخلهم للدار وشراولي هبيت النعاس مفاجأة وفي الاخير توقع عليهم هاد المشكل على القناة هاد الشي هو اللي ما بغاش يتصدق لي نحنا ووقع عليهم بحال المشكل الاول اللي داروا مع العرس ثاني يفرحوا بهم الناس وداروا ليهم العرس وفي الاخر خرجوا وبقوا كي يقولوا الناس تاجروا بنا خدموا بنا ندوا الفلوس على ظهرنا لابا هاد وقع عليهم جوج مشاكيه للمرة اللولة في العرس والمرة الثانية على حساب القناة في اليوتيوب نتمنى ويكونوا متأكدين من هاد الشي اللي كيتهموا به هاد السيد وحتى هو لدار شي حاجة خيبة في حقهم تهوى ما مزيان شي دير بحال القوى فاد الناس نتمنى ويخرج ويفسر هاد الشي اللي واقع دابا ويفسر هاد الفوضى اللي شاعله احنا بقات فينا هادك اي بحال انسانة صغيرة ام ايتيمة مضمرة وفي الموقفات كما تنشوفوها كتطيح في الموقفات كتقول غادي ينطربي الجنحين كيتطيرو ليع قات فينا هادك في حقيقة ديك السيدة اللي تيما وكنتمنى وحتى هو يخرج بتوضيح او اللي التهم غايبقى ولعصقين فيه بالله والدالي يبقى نحت هاد الشي اللي كانت رجاو ونتمنى وليم غير الخير ودابا باللي انا يا بلادهم ما بقيت تقيح تفشي واحد تقيقة ما غاديش تبقى غادي خلادك منها غايف قد تقيقة في بعدياته وتواحد ما غا يبقى يساعد واحد حتى واحد ما غا يبقى يحسن بشي واحد لا حول ولا قوة الا بالله هاد الشي اللي ولي نشوفوه ره منكر ومنكر خيب الساف هو واحد ولي يساعدك ومن فلا خقر تمتع طارش بالخير ولا هو توك يساعدك وهو باغي شي حاجة منك ماشي اللي فسابي الله هاد الشي ما باغيش بنادم تاه في امره ولديه ومعارف اشي دير تكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو هذا ومع السلامة في فيديو اخر اشتركوا في القناة